السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة مفيدة من قناة مع بعضنا جمعت شوية بواقي خشب من اياسات مختلفة من كونتر الطبقات 18 ملي وتسع ملي وعدت بقى عايز فيهم وانا عمل افكر في الاياسات اللي انا عايز اوصلها يعني تقريبا اغلبهم كويس تقريبا طيب نجيبكم بايت بقى القهوة دي قهوة مش شاي بس قهوة كشري عشان الموضوع محتاج تفكير ومخبخة طيب فكرة عمل الاداب بتاعتنا النهاردة اسمها بالانجليزي جريبر ان في قطعتين قائمتين ممسكين بالقطعة من فوق عشان يزقوا الخشب بس هم عملوا بقى تحديثات وبقى فيه تلات قطع مش قطعتين وخلوا القطع اللي في النص متحركة رايحة جاية والقطع الاولانية بتكون قرفع شوية عشان القصات الدقيقة وكمان فيه انواع من الجريبر دي بقى قدر اغير الخشب الاولانية بقياسات ملي مترية انا هستعمل قطعة كونتر 9 ملي حبقى اصارها بقى حسب الارتفاع المطلوب والقطعتين التانيين من كونتر 18 ملي خمسة في 19 سنتي واللي في النص هنخليها متحركة والقطعة اللي هتمسك كل القطع في بعض هتبقى فوق المهم ان عشان اخلي القطع اللي في النص تتحرك بسهولة لازم اركب لها اضافة رفاقية كده على الطرف عشان اقدر امسكها بمصمار واتحكم في مكانها انا كنت هستعمل التي تريك على الاطراف بس انا عارف ان التي تريك غالي وصعب الحصول عليه وبعدتوكم بقى انا هعملها بابسط الطرق فبدل القطعة 18 ملي هستعمل قطعتين 9 ملي هيدوني نفس السماكة وهقدر اعمل فيهم تريك يمشي فيه المصمار تعالوا نروح نعمل تريك على منشار الطاولة ادي شكل المصمار اللي انا عايز اشيله من الخشبتين بحيث بقى ان المصمار يتحرك بسهولة فزبط ارتفاع السلاح والدليل عشان افرغ مكان راس المصمار سواء بقى المصمار الخاص بالتي تريك او اي مصمار 8 ملي براس دسية عادية احنا كنا قدمنا حلقة مخصوص عن صناعة التي تريك بالخشب سيريت تشوفها عشان يعني هتسهل عليك الموضوع وتعرفك كل طرق صناعة التي تريك بالخشب احب اسيب لكم كل حاجة في وصف الفيديو ادي المنظر اللي انا عايز اوصله الرأس بتتحرك بسهولة وما بتلفش نعمل بقى الناحية التانية كمان ادي القطعتين مقاس 10 في 19 وحبدأ اغريهم وزبطهم في بعض واسبهم شوية ينشفهم عمل بقى ما تنشف هعمل المقبض بتاع الجريبر كنت هعمله بقطعتين كونتر 18 بس حستهم عراض جدا فحستبدل واحدة 18 بواحدة 9 وحرسم بقى الايد والدورانات بوردة بس هقول ملحوظة خاصة شخصية ده شكل المقبض العادي اللي ممكن نعمله يعني بعرض 2 سنتي ونص داير ميدور في حالة انك هتشتغل فقط ضغط رأسي فالايد يفضل انها تكون افقية لكن في منشار الطاولة الضغط نوعين رأسي وللأمام عشان كده صممت ايد مختلفة يعني ميلة شوية الورا كده اريح للأيد وإحنا شغالين فانا هقص الشكل ده كده وفرغوا بعد ملزقهم فبعد بالغيرة وينشفوا شوية حلوية اليد نشفت وكمان عملت ثقوبين في النص ببنطة 22 ميلي وحبدأ بقى بمنشار الأركت افرغ اليد من جوه تمام قادي الايد نرفع الفريزة القابلة للطي واللي راكب فيها بونطة بغسير ربع دايرة وحبدأ بقى اشطف ونظف الايد داير ميدور خلصت تمام نطف الروتر ونقفل الفريزة ونرجع بقى نركب الايد في الخشبة العلوية للجيك شوية غيرة ومصمارين حبدأ بقى اركب القطع الثبتة بس عشان اضمن السوى هرفعهم على خشبة صغيرة وابدأ بقى ارصصهم الاول الجزء السابت وبعدين المتحرك وده الجزء الاخير وابدأ بقى الاز الجزء الاولاني والاخراني بالغيرة وبعدين هضرب كام مصمار للتسبيت مع التخويش الجيد حلو الحد كده شكلها هتطلع قماش وزي ما قلنا هنركب شريحتين صغيرين بنفس عرض الكونتر في الطرفين وطبعا هلزقهم بالغيرة بس افضل استعمال الكوائل او الاعواد الاستوانية بدل المصامير في تركيبه يعني هيبقوا قريبين من شفرة او سلاح المنشار ولازم اعمل احتياطاتي يعني بدل ما السلاح يقص مصمار الافضل يقص خشب يعني ده في حالة التوارئ او الخطأ وفوه بقى هبقى اعمل ثقب يعدي منه المصمار ادي الثقب بتاع المصمار هزبط بقى السدابة وغري او استعمل السوبر جلو مش هتفرق ادي الشكل النهائي ركبين بالكوائل والجوز اللي في النص بيتحرك بحرية واقدر ازبطه واقفله حسب الشغل ولازم ولابد الجيك نفسه يكون موزون تمام على ثلاث خشبات بتوعه لكن هل كده كفاية لو انك هتشتغل على خشب صغير ومرتفع هتبقى مشكلة كبيرة في وزنية الجيك عشان كده بيركب له جزء تاني متحرك عشان يوزنه قطعة 9 ملي بارتفاع 12 سنتي هنركب فيها قطعة ارفع 5 سنتي بحيس يركبوا هنا ويكون فيهم مجرى يتحكم في الارتفاع فهعمل المجاري بتاعة المصامير وانكمل كده خلصته وبنعمه هحطها بقى على جامب الجريبر وحدد اماكن المصامير واللي هستعمل لها سامولة دودة او سامولة مسنونة المسنونة متوفرة اكتر خلينا نستعملها وهركب اتنين في جامب الجيك عملت الثقوب وحطيت شوية خشب حشيت بهم الجيك عشان اعرف ادوء السامولة ودي المصمار بيركب مكانه احنا كنا اعملنا فيديو قبل كده لازاي تعمل المصمار بمقبض هيحسب لكم الرابط بتاعه في المكان اللي انتو عارفينه فاضل بس نركب السدابة الصغيرة تحت هنا كده وكمان بقى هنركب لها زاويتين خشب عشان تديها متانة وفي بالي ان اصغر الجامب المنزلق ده شوية يعني التقليل الحجم وتحلية الشكل فهخف كل الزيادات اللي انا رسمها دي وقفل الجامب ده كله وارجع لكم اهي كده احلى واشيك ومنعامها كويس عشان تتزحلق على المشهر وبتركب بالمصامير زي الفل فاضل بقى اخر واهم حاجة وهو ان الجزء السفلي لازم يكون بيشبط ويمسك في الخشب اللي هيزقه في كذا طريقة يعني ممكن شريط الفوم اللي بيركب في الشبيك اللي منع دخول الغبار مطاط ويمارن وبيشبط في الخشب ممكن يلزقه الحل التاني هو الصنفرة الخشنة جدا اربعين او ستين انا عملت تجربة على قطعة خشب بالفوم وبالصنفرة واللي اتنين كانوا كويسين فاللي تلاقيه تركبه المهم تمسك وتشبط في الخشب فانا لزقت الصنفرة على ثلاث سداي بتوعي ميل الايد عاجبني جدا ومريح والجريبر بيمسك في البنك ويشبط فيه كويس جدا تعالوا بقى نجرب اهم استخدام للكريبر هو قص الاخشاب الصغيرة وتلافي مخاطر القرب من السلاح ده اهم استخدام الحركة على منشار الطاولة زي ما انتم عارفين حركتين ضغط رأسي لتحت وضغط افقي من الخلف للامام وده اللي بيعمله الجيك لتحت والقدام بضمان الصنفرة اللي ركبه تحت نبدأ بسدايب الخشب الجنب الرفيع بتاع الجيك دايما بنخليه لامس الدليل الجانبي والجزء المتحرك ده وهو اهم نقطة لان لازم السدابتين دول يمسكولي الخشبة اللي بقصها ويكون سلاح المنشار بيمر ما بينهم فمش بس بكتفي باياس السدابتين على المنشار لا لازم كمان اراعي عرض الخشبة اللي هقصها وزبط عليها اول سدابتين في الجريبر فبحط الخشبة قدام السلاح وزبط السدابة الرفيع جانب الدليل والسدابة بقى المتحركة ضغطة على الخشبة والسلاح في النص طبعا بسبب بالرفع الخشبة فالجيك مش موزون وهنا بقى يجي دور المنزلق الجانبي بفتح المصامير واوزن الجيك كويس جدا واقفل المصامير تاني كده انا هتحرك السلاح هيعدي بين السدابتين نبدأ القص بسم الله العب اهم حاجة ان الجريبر زقت الخشبة وشدتها لحد ما طلعتها من المنشار نجي بقى للخشب الاعرض يعني لو بقص خشبة اعرض من حجم الجريبر نفسه في الحالة دي المنزلق مش هيفدني فانا يا برفعه لفوق خالص يا بشيله اصلا من الجيك في الغالب برفعه يعني بدل ما فك واربط لكن خلينا نشيله وبرضو بزبط ان السلاح يعدي بين اول سدابتين وبزبط السدابة الوسطى وكده الضغط هيبقى على الخشبة بالتلاتة بتلات سدايب زي الفل امان وسيفتي وقصة نديفة الجريبر دي من اختراع الشركة العملاقة مايكرو جيك واللي بكل اسف اغلب ادواتها غالية جدا جدا فاحنا عملناه بابسط واسهل الطرق مظلنش في حد شغال على منشار الطاولة شايف الطريقة بتاعت النهار دا صعبة كمان الجريبر الاصلي له اضافات كتير زي ما قولنا يعني ممكن مثلا بنغير السدابة الرفيع دي بسدابة ارفعي ثلاثة ملة عشان يعني لو حتقص بيها شرايا في اضافات كتير كده انا مردتش اتكلم عنها انا فقط عملت لكم الجزء الاساسي من الجريبر يعني بدل ما تشتريه اعمله انت بصراحة مهم وبيزود معايير الامان ليك وانت شغال على منشار الطاولة بالذات مع الشغل الدقيق لو طولت عليكم سامحوني ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعولي وانتو عارفين احنا مش بنطلب منكم اشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حاصيكم عليكم الشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم